وما هي الديمقراطية اختلاف وجهات النظر ومش عارف الانتخابات ومش عارف ايه الى اخيرة من الكلام اللي انتوا فاهمين احكي لكم حكاعة الديمقراطية دي حكي هالي جدي الله يرحم جدا الله يرحم كان العمده بتاع البلد وبعدين خلي بالك كان ايام زمان العمده الكبار التقال ما بيبقاش عمد بلد واحد بيبقى عمده مسيطر على عدد من القرى فيها عمديات برضو والعمد بتوع هذه القرى اصدقاؤه ومحتويهم للسيطرة واظهار النفوذ انه اقوى عمد اقوى يعني من العمد الاقوية فاق المهم بيحكي لي هو كان بيحب السياسة ولكن كان بيتكلم عنها في اضيق الحدود نظرا لانه هو كان بيعتبر نفسه رجل ام فما يقدرش يتكلم براحته المهم قال لي احكي لك يا الله حكاية ما كنتش انا الواحد الحقيقة كنا احنا انا ولاد امامي كنا حوالي اربعة خمسة وفرحان كده بقى بشوات العل اللي طالعين وكنا كلنا في الاعداد ما بين الاعدادية والاعدادة والسنة وبتاع فقال اسمعاد انت هو احكي لكم حكاية عشان انتوا يعني قاعدين انتوا اللي هتخلفونا فلازم تبقوا فاهمين ضاب ماشي احكي يا جديد قال لك مرة انا مش اقول اسماء ناس علشان خطر الناس دي لا ابناء ولا احفاد فمش اقول اسماء قال لك مرة كان في واحد مترشح في انتخابات مجلس النوات في الدائرة بتاعي وبعدين كان مترشح ضده واحد تاني فقام الراجل اللي ضده ده ضعيف مش قوي شعبته مش قوي فقعد يفكر قال لك اعمل ايه عشان اضيع الراجل ده اه ام نازل في البلاد قال لهم يا جماعة انتوا عارفين يعني ايه الديمقراطية قالوا له لا قال لهم الديمقراطية ده يعني تسيب دينك الاسلام وتفكر تروح اي دين تاني واللي بيقول على نفسه ان هو ديمقراطي يعني معناها ان هو بيفكر يسيب الاسلام ويروح دين تاني الراجل يا اخوة اللي مترشح معانا كل ما يروح في حتة يقول انا ديمقراطي فانا عايزكم يا اهل البلد تسألوه اذا كان ديمقراطي ولا لا ولف في البلاد وقال الكلام المهم الراجل ده بقى ايه شعبيته جامده كل ما ينزل بلد بقى معتمد على شعبيته فيقوم الناس يسألوه يا سعدت الباش او يا سعدت البي يقولهم نعم يقولوا عايزين نسألك سؤال واحد قالوا اتفضلوا عشان نطمئن يقولهم اتفضلوا يقولوا انت ديمقراطي ولا مش ديمقراطي يقولهم لا طبعا انا ديمقراط اتفضلوا وصلت يا باش خير ان شاء الله فسعت الراجل وخبالك في الانتخابات والرجل اللي كان ضعيف تفوق لان الناس بيقع الان انتخب واحد يروحي في المجلس يقولهم انا عايز الدايرة بتاعتي يتفكر تبقى ديمقراطية ولا بتاعي يعني هيفكروا يتسيبوا الاسلام وروحوا قديان اخرى الناس لفظيته ومعرفش لما طلعت النتيجة صعق بيأزين نتيجة انه وصلت بفرق كتير اذا ان كلمة الديمقراطية دي يا جماعة في الاربعينات الموضوع ده كان في الاربعينات ما كانش الناس عرفها كانت مفكرها ما تفهمش اي عن ايه ديمقراطية